أعلنت شركة بابكو للتكرير استكمال معالجة الخلل الفني الذي تعرض له أحد خزانات الشركة في منطقة سترة وأكدت الانتهاء من تفريغ الخزان المتضرر بالكامل ونقل محتوياته بكل أمان إلى خزان آخر كما أوضحت بابكو للتكرير أنه تم إنهاء حالة الطوارئ المعلنة داخل الشركة والبدء بإجراء تقييم شامل للخزان المتضرر مؤكدة أنها التزمت بالمعايير العالمية خلال جميع مراحل التعامل مع الحادث لقد تم بحمد الله استكمال معالجة الخلل الفني الذي تعرض له أحد خزانات شركة بابكو للتكرير في سترة نتيجة الأحوال الجوية الغير مسبوقة التي شهدتها مملكتنا الحبيبة حيث تم الانتهاء من تفريغ الخزان المتضرر بالكامل ونقل محتوياته بكل أمان إلى خزان آخر ولله الحمد وعليه فقد قامت شركة بابكو للتكرير اليوم الأربعاء الموافق 24 أبريل 2024 بإنهاء حالة الطوارئ المعلنة داخل الشركة والحمد الله عادت الأوضاع إلى طبيعتها وتم البدء في إجراء تقييم شامل للخزان المتضرر وبالطب أود أن أقتنم هذه الفرصة للتأكيد على أن الشركة قد التزمت بأعلى المعايير العالمية خلال جميع مراحل تعاملها مع الحادث وأتقدم بالشكر الجزيل لكل أوجه الدعم الذي طلقته الشركة من كافة الجهات الحكومية والخاصة التي سارعت لتقديم المساعدات المختصة كذلك الشكر موصول لجميع المواطنين والمقيمين بمملكة البحرين وبالطب موظفين الشركة والكوادر الوطنية على دعمهم ومتابعتهم لجميع إجراءات السلامة التي تم الإعلان عنها فور بقوع الحادث حفظ الله مملكة البحرين من كل مكروه وأدام عليها الأمن والسلامة اشتركوا في القناة